السلام عليكم أصدقائي طلاب الصف الثاني متوسط بهذا الفيديو راح نقرأ ونترجم الدرس الأول بالوحدة الثالثة صفحة 28 الوحدة الثالثة درس الأول أو تقدر تقول أو تقدر تقول بس الأسهل لكم أسهل واحد لكم هو مركز الرياضات هنا طبعا أكو ملف صوتي أخوان أنا سامع الملف الصوتي إيش قال إنه هنا أنا أخوان أترجاكم الكلمة اللي أقولها عيدوها وراي أنا أقدر أربضها عليك أربض وكش ما تفتهم من عدها بس أنت على مو تتعلم إشلون تقرأ الكلمة عيدها وراي حتى من تطلع مرة ثانية قبالك تقراها بكل سهولة أوكي listen and point حتى الآن ما تجيبها صح مو مشكلة حاول بيها كلمة تحاول إياه بكل فيديو تحاول تقرأ إياه تحاول تحاول والله يجي يوم راح أتضبطها كل شيء listen and point اسمعوا أشر repeat 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 يعني كرر يعني عيد the names الأسماء the names of the sports أسماء الرياضات بالملف الصوتي يقرأ أسماء الرياضات ويقرأ هاي ومن يقرأ أسماء الرياضات إذا كنت تستمع وتأشر على الرياضة اللي يقولها هو هس إحنا ما لنا علاقة بالملف الصوتي أنا أقرأ لكم وياهن والله لو أسمعوا بالملف الصوتي شلون يحكي البريطاني ما تفتهمون ما عنده شيء بالملف الصوتي هاي أشبير سبورت سنتر come to the sports center and get fit أشبير سبورت سنتر come to the sports center and get fit ما تفهم من عنده شيء هاي أنا على كيفي أحكي لكم شوية شوية أشبي منطقة اسمها أشبي وأيضا يعني هذا المكان هو مركز الرياضات اسمه أشبي أشبي سبورت سبورت رياضات سنتر أو سنر مركز مركز أشبي للرياضات come to the sports center and get fit تعال المركز الرياضات وصير لائق بدنيا يعني صير رشيق you can choose تستطيع أن تختار from last years هاي أسا التملك all favorites favorites يعني تقدر تختار من المفضلات مال العام شنه هنا المفضلات مال العام يعني ما لسه نذيك الراحت المفضلات عندهم ذاك العام أوكي ما أوكي يعني يحدون تشم رياضة هذن الرياضات مثلا التنس طوبة هذن مفضلات عندهم مالعام and from the beginning of this year يعني تقدر تختار من المفضلات مالعام ومن بداية هاي السنة we can give you lessons in these sports نقدر ننطيك دروس بهاي الرياضات أوكي يقصد على ذنه نجل الرياضات نقراها ونوريدكم تعيدونه يا ايه طبعا انا اي كلمة اقولها انتو لازم تعيدوها كرة السلة كرة القدم تعرفوها كرة الطائرة يعني ابحار ابحار اوكي هاي الرياضة مع الابحار جودو آي احنا نسميها جودو كاراتية ساميها horse horse riding horse riding horse riding horse riding يعني ركوب الخيل swimming 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 تعرفوها السباحة كراتي 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 كراتية تعرفوها tennis 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 athletics 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 رياضات القوة gymnastics 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 هاي الجمناستيك تعرفوه هو عند نجي ذنه طبعا ذنه اهم شي عندنا هنه ذنه اهم شي ذنه play go do راح اشرح الكياهن ابسط الكياهن اخليك ما تحتاجه تروح لأي مدرس تاني بالنسبة شرح القواعد شوفها هاي play شوفها شفتها عوفها عوفها تشوفها هاي go شفتها بوعت لها كله زين عوفها شوفها هاي do شفتها بوعت لها do كملت منها عوفها ذن ثلاثة هن شبيهن ذن ثلاثة هن راح يجنو يا الرياضات راح يجنو يا من ويا الرياضات زين انا بالامتحان اجتني جملة وهاي الجملة بيها الرياضة من دن الرياضات او من غير الرياضات وبالاخير قايل لي استخدم يا اما play يا اما go يا اما do انا شلون اعرف استخدم الصحيحة بيهن شلون اعرف اخوان خلينا نجي نتعلمهن وحدة وحدة تشوفها هاي play القبل شوية شفناها شبيهها هاي هاي تجي كوية الرياضات اللي بيهن نستخدم طوبة اللي نستخدم بيهن طوبة نستخدم بيهن كرة مثل شنو هاي الرياضات نستخدم بيها كرة مثلا كرة القدم التنس الطائرة السلة اي رياضة نستخدم بيها طوبة نستخدم بيها play يعني اجدتك جملة بالامتحان والجملة بيها فراغ وبالاخير قايل لك استخدم يا اما play يا اما go يا اما do انت تجي تباوع للرياضة الموجودة بالجملة شنو من الرياضة كرة قدم تنس سلة طائرة ورا ما اعرفتها شني قول هاي يستخدمون بيها طوبة لو ما يستخدمون بيها طوبة ايو الله هاي تنس يستخدمون بيها طوبة بيها طوبة صغيرة ايو الله هاي سلة يستخدمون بيها طوبة ايو الله هاي طائرة يستخدمون بيها طوبة ايو الله هاي كرة قدم يستخدمون بيها طوبة اذا عرفت الرياضة يستخدمون بيها طوبة مباشرة نستخدم play اختار play اوكي زين هسه عرفنا play ويامل تجينا تجينا ويالرياضات اللي نستخدم بيهم كرة اوكي زين هاي go شوكت تجينا جتنا جملة بالامتحان وبيها فراغ وبالاخير قال لي استخدم لو play لو go لو do استخدم واحدة من ذني انا مباشرة اجي ادور على الرياضة اللي بالجملة اقلها يا بتاع ايتي شنسول فينا شن ايتي اذا شفتها منتهية ب i n g الرياضة اذا شفتها منتهية ب i n g i n g اذا الرياضة منتهية ب i n g مباشرة كل بساطة قبل استخدم go لا اروح منها ولا اروح منها ما طول الرياضة اللي بتجملة بيها بنهايتها i n g قبل استخدم go واضح هسه شعرفنا اذا الرياضة بنهايتها i n g مباشرة استخدم go ما لعلاقة بأي وحدة ثاني لأن الرياضة اللي بالجملة الجابي الكياها بالامتحان بنهايتها ING إذا الرياضة بنهايتها ING قبل استخدم GO لا تختار أي شي ثاني زين PLAY ويامنت تجينا نسيتوها لو بعدكم تذكروها أي رياضة يستخدمون بيها كرة يستخدمون بيها طوبة اختاروا ياها PLAY واضح زين نجي بوقات عندنا واحدة DO نقلها يا بـ DO عاي سوال فينا شن الوضع عتي تخوفين شنج عسا تقول لا عمانة بسيطة كلش شلون بسيطة تقول الآن الرياضات اللي أجوا ياهم لا نستخدم بيها طوبة ولا بنهايتنا ING عسا نقلها جاي يعني سهلة لأن إذا بنهايتها الرياضة بنهايتها ING راح نستخدم GO وإذا الرياضة نستخدم بيها كرة قبل راح نختار PLAY غير هذا الحكي شنسوي نختار DO أوكي زين خاف تنسون هذا الحكي حتى ما تنسون هذا الحكي هسا احنا عرفنا شوقت نستخدمهن ثلاثتهن حتى ما تنسون هذا الحكي شيري دمعتكم أريدكم تحفظولي على كل واحدة مثال أوكي أكتبها هيا يمك نحن نلعب كرة قدم اكتبها يمك هاي شا استخدمت إياها هاي استخدمت إياها PLAY ليش لأن الفوتبول نستخدم بيها طوبة نستخدم بيها كرة اللعبة نستخدم بيها كرة فاختارنا PLAY واضح؟ الجملة الثانية اكتب WE GO SWIMMING WE GO SWIMMING اكتبها يمك باوع لها هاي شكتبت بيها كتبت بيها GO لو كتبت بيها PLAY لو كتبت بيها DO أكيد كتبت بيها GO ليش؟ لأن الرياضة اللي عندك بالجملة بنهايتها ING واضح؟ اكتبها يمك وحفظها كنت تحفظها أنت تكون على بالك ما تنساها بالامتحان على مد ما تصفن بالامتحان تجيك جملة ما تحتار بيها أنت حافظ مثال على هاي ومثال على هاي ومثال على هاي بالامتحان ما تجيك الجملة باوع لها نقول هاي شن من الرياضة بيها موجودة الجملة موجود بيها تنس والتنس نستخدم بيها كرة نستخدم بيها طوة وأنا حافظ مثال WE PLAY FOOTBALL نحن نلعب كرة قدم استخدمت PLAY WAY FOOTBALL ليش استخدمت PLAY WAY FOOTBALL لأن الفOOTBALL نستخدم بيها كرة والتنس هم نستخدم بيها كرة شا خلي اختار PLAY حصلت درجة كاملة اجدتك جملة بالامتحان وهم احتارات بيها استخدم GO لو استخدم PLAY لو استخدم DO خلي شوفوا هاي الرياضة اللي جايتنا بالجملة شن هي HORSE RIDING ركوب الخيل بنهايتها ING وأنا حافظ جملة الجملة تقول WE GO SWIMMING WE GO SWIMMING وفي سوومنغ بنهايتها ING وإحنا استخدمنا GO إذن استخدمنا GO لأن الرياضة بنهايتها ING وعدك بالامتحان HORSE RIDING هم بنهايتها ING شو تختار؟ تختار GO حصلت درجة كاملة غير هذا الحجي اجدتك رياضة لا بنهايتها ING ولا نستخدم بها كرة مباشرة نستخدم DO واضح؟ حتش هنا هواي فهمتوها تكلش بس كتبوا الأمثلة على موضوع ما تنسوها أبد هاي ETC اخوان معناها إلى آخره ETC معناها إلى آخره يقصد نستخدم GO WE SWIMMING وHORSE RIDING وأي شيء أي رياضة بنهايتها ING هنا أنا قصده نستخدم PLAY WE FOOTBALL WE TENIS ETC يعني قصده أي رياضة نستخدم بها طو زين قبل أن ننتقل الهاي بي خلطيكم ملاحظة شوفوها هاي الدو هاي الدو من أريد أسأل على أي رياضة أسأل أستخدم DO شلون يعني؟ يعني إذا أسأل على رياضة بنهايتها ING رياضة نستخدم بها كرة رياضة من استخدم بها كرة رياضة من استخدم بها ING أنا من أسأل من أريد أسأل أستخدم DO بحالة السؤال أوكي؟ مثلا شنو تعالوا هاي بي خلنشوف ASK AN ANSWER اسألوا جو WHAT SPORTS WOULD YOU LIKE TO DO أي رياضة ترغب أن تفعل يعني يا رياضة تحب تسويها شوف استخدمنا DO شوكت منسألنا فمن نسأل عادي أستخدم DO على أي رياضة بس من أجاوب أستخدم GO وإي الرياضة لبنهايتها ING واستخدم PLAY وإي الرياضة نستخدم بها كرة أوكي؟ غير ذنة أستخدم DO تمام؟ شوف هاي ش مجاوبة قايلة I WOULD تشوفوا هاي وود؟ بالاختصار سويناها بس D فارزة و D هاي الآي الضمير آي أنا وهاي الفارزة بلعاد ذنة الأحرف كلهن شو بقى عدنا بس ال D ما الWOULD بس ال D صارت صارت I'd like to play volleyball أنا أرغب بلعب الكرة الطائرة أو كرة الطائرة volley ball شينها هاي؟ كرة الطائرة كرة الطائرة نستخدم بها طوبة نستخدم بها كرة شا استخدمنا؟ play مثل ما قلت لكم موتنسون بالسؤال عادي أسأل بدو على أي رياضة بالجواب منا جاوب لا حسب الرياضة أشوفها شيني وضعها أستخدموا ياها يا أما play يا أما go يا أما do أوكي؟ خلنشوف هذا حموشش قايل قايل I'd like to do أنا أرغب بأن أفعل يعني أحب أسوي gymnastics 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 هاي رياضة رياضة الجومناستيك زين بنهايتها أكو ing؟ لا ماكو زين الجومناستيك نستخدم بها كرة؟ لا إذن ما أستخدم لا play ولا go شا استخدمنا؟ استخدمنا do وصلت الفكرة and add I would بالاختصار صارت add خال في جيك سؤال بالامتحان يقول لك I will اختصرناها سوناها I'll I would من نختصرها شين نسوي لها؟ نسويها هيج add نختصرها نسويها هيج تمام؟ مو تنساها and add like to go horse riding هاي رياضة ركوب الخيل رياضة زين هاي الرياضة نستخدم بها كرة؟ لا يعني شنو؟ يعني ما نستخدموا يها play زين هاي الرياضة بناهاية ing شو بالله خلا باوع؟ ايه؟ هاي بناهاية ing وليش تعاي go خلنا استخدمك انتي شوف هو ش استخدم من حجة؟ استخدم go تمام؟ لحد هنا كمل الدرس بس خافة تقول ان هاي ما ترجمت انها شنو يعني؟ can you work out the rules؟ يعني تستطيع ان تكشف القوانين؟ يقصد على ذن القوانين اللي حشيناها play تجينا نستخدم هاي الرياضات اللي نستخدم بيهم كرة go تجينا وي الرياضات اللي بناهاية ing do تجينا وي الرياضات اللي ما بيها فريق بس هاي ما لكم علاقة بيها لا تقول تجينا وي الرياضات اللي ما بيها فريق او تجينا وي الرياضات اللي ما بيها منافسة ما عليكم بيها ما طول حفظت ذن الثنين انش وقت يجينكم غيرهم اي شي اي رياضة تجي استخدموا يا هدو واضح؟ اتمنى تكونوا استفادثوا من الدرس thank you good bye see ya